عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عبالقاتا في الحل مشاهدين مرحبا بكم مجددا في هذا البت المفتوح المخصص للذكرى الرابع وستين للفاتحين نوفمبر واندلاعي التوراة الجزائرية التحريرية في هذا الجزء سنتحدث أو سنفتح مع دويفي الكرام ملف السينما والثورة والخطوط الفاصلة بين الطرفين وأسعد باستضافة للحديث حول هذا الموضوع كل من السيد سليم أقار النقص المائي سليم مرحبا بك شكرا على الاستضافة كما سعد أيضا مشاهدين كرام باستضافة سيد لطفي بوشيشي المخرج جزائرين مرحبا بك سيد لطفي أهلا شكرا دويفي الكرام ربما قبل الخوض في هذا الملف والملف اللي خليني نقول خاصة في الأيام الأخيرة شهدنا عدة خليني نقول جدل حول بعض الأعمال السينمائية اللي تلعطات مع الثورة خليني ندعوكم للمشاهدة هذا التقرير مع مشاهدين الكرام ثم لنا حادثهم بعده بعد أكثر من نصف قرن عن استرجاع السيادة لا تزال إشكالية السينما الجزائرية والثورة تنتظر الإجابة النهائية باختلاف الأصوات المرافعة للفن السابع وزيادة الأخرى المطالبة بضرورة كتابة التاريخ ثم اختلاف الأخيرة حول ما هي سينما الثورة ما بين الحدث والتداعيات والأجيال والأفكار وبين سينما الشاب هو البطل الوحيد وسينما الشخصيات من وثائقي الجزائر تحتارق لروني فوتي إلى خلية الإنتاج السينمائي لجمال شندرلي وحامينة وراشدي إلى رائعة الليل يخاف من الشمس للمخرج مصطفى بديع العام 1965 ومشروع العرب بن مهيد المنتظر سينما ولدت من رحم المعاناة ومن صلب الجبال فكانت رائعة بديعا فاصلا في مسار وماهية السينما الثورية بل وفتحت المجال واسعا أمام إبداعات الأخدر حامينة مع ريح الأوراس المنتج لعامين متتاليين ثم وقائع سنين الجمر المرسع بالسعفة الذهبية والمعجز بمن بعده جزائريا وعربيا فن السينما وهو يقدم رسائل اتصالية قدم أيضا تاريخ الشعوب من معركة الجزائر وأبناء القصبة إلى العفيون والعصى وذورية نحو الشرق عناوين أخرى ظلت نتاجا لمؤسسة الدولة التي رافعت لسينما ثورة بطلها هو الشعب ولا بطل غيره ما منح الانتاج السينمائي قوة وإديولوجية التمجيد والتوازي مع خطاب الساسة بين الستينات والسبعينات وثمانينات وهو ما جعلها أيضا سنوات العصر الذهبي بإنتاج فاق أربعين عملا في الفترة الممتدة بين 1969 إلى 1980 قبل التوقف لمدة عشرين عاما والعودة للاحتفال بالذكرى الخمسين للثورة سينما الثورة في الجزائر انتقلت إلى المناسباتية بميزانيات إنتاج ضخمة قاربت عشرين مليون دولار سنويا عندما أسست وزارة الثقافة صندوق الدعم مع التوجه نحو سينما الشخصيات والقادة في سياق إعادة كتابة التاريخ وهو ما فتح الباب أمام أسئلة على مصراعيها بداية بفيلم مصطفى بن بولعيد لأحمد راشدي ومرورا بكريم بالقاسم للمخرج نفسه وزبانا للسعيد والدخليفة وصولا بالفيلم المنتظري العرب بن مهيدي بمرافق انتاجه من ضجة إعلامية وصراعات وتحفظات بين وزارتي الثقافة والمجاهدين ثم سيناريو فيلم زيغود يوسف الذي ما زال يراوح الأدراج وقال بشأنه وزير الثقافة إنه لا يعرف عنه شيئا سينما انقسمت أيضا بين الداخل والخارج فبرز بوشارب بثلاثيته وأحدث مسخرة والوهران لإليا السالم ضجة واسعة ونقدا لاذعا من طرف فصيل كبير من المجاهدين ما جعل السينمائيين في موقف مدافع عن النفس والمهنة والفن بين مطالب بتقديس الثورة والثوريين والاكتفاء بالتاريخ السياسي الرسمي ومرافع لسينما تعتمد التاريخ منطلقا لإعادة كتابته بعيدا عن تزييف أو تشويه للحقائق ضمن هامش الإبداع هامش محاصر محصور بين ثلاثية الإديولوجيا والزمن والنص فمن يكتب للسينما الثورية وهل بإمكان جيل لم يعاصر واقعة أن يقدمها وبأي فكر بين جيل الاشتراكية والرأس مالية أسئلات وغيرها تنتظر الإجابة في ذل عدم الاتفاق على رقم يقترب من 90 فيلما يؤكد أن علاقة الثورة بالسينما رهينة للعديد من الأسرار والأشخاص والزمن أيضا مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام ضيوفي الكرام ربما سلامتكم التقرير الذي عداه الزميل دين زياري قبل ما نبدأ من النهاية نفضل نبدأ إلى السينما والثورة الجزائرية ولكن هل نجحت السينما الجزائرية والسينما الثورية على الأقل في نقل الواقع أندك حبيت برك قبل أن نبدأ من النقاش نعقب على التقرير هذا كنسى اسمين مهمين في السينما والثورة ليهما محمد الاخدر حمينا ليدار فيلم كونيك ديزاني دي براز لينا نبيها السعفة الذهبية في 75 وأيضا أفلام أخرى أفلام أخرى مثل ديسومر مثل ريح الأوراس لي كان أول به في 1966 نلبه أول جائزة للسينما الجزائري مع المرحومة كلتوم ومحمد شويخ وأيضا وخاصة الفيلم لراشيد بوشارب أغلالوال الذي كان حاضرا في عدة مهرجانات وأيضا كان منافسا في آخر مطاف في الأوسكار في 2010 فيما يخص السينما والثورة نقدر أن نقوله أن الجزائر تعتبر من بلدان أعتبر من خمسة أو لست بلدان خصوا السينما تحهم إلى الثورة تحهم يعني قريب 80% من الأفلام الجزائرية لانتجت منذ الاستقلال إلى الحد الآن تتكلم حول تاريخ الجزائر وخاصة الحقبة التي كانت بين 54 و 62 فكما قال التقرير كان أكثر من 90 فيلم صح لكن هناك فترتين في هذه الحقبة يعني نقدر أن نقوله أنه كان فترة بين السبعينات والثمانينات كان هناك تراجع الأفلام الثورية نظر أنه كانت دخول بعض السينمائيين في تناول المواضيع الاجتماعية في نهاية السبعينات خاصة بعد فيلم الأفيون والعصالية حمد الراشد بومدين قال لهم لازم فيدي فيم سوسيو حتى كانت سياسة أنا ذاك نظر بعد تولي الحكم في 65 و ريبو مدين كان تصوير معاركة الجزائر نعم كان بدأ سمانة أسبوع فقط من بداية التصوير كان حكم يعني صرال هذاك تصحيح ثوري وهو ريبو مدين أنا ذاك راح شافه ياسف سعدي وقال له والله ندير فيلم والفيلم هذا كان عنده موافقة من أحمد بن بالله فهو ريبو مدين لم تنعش قال له أنا شوي بول السينما ريفوليسيوني ربما سليم حتى نوضح أيضا نقطة مهمة تقاريرت أيضا ما دام أنه سيلوطفي حضر معنا كان فيم البئر أيضا وبئر ما كان نعم لكن نحن قلنا أنه نخليه سيلوطفي ممكن وليه ما كانش أو أحد يقدر فهم فيم لنا عدة جوائز وطرش على الجائزة ورجع التيماتيك ثورة في السينما نعم حتى المقاربة المقاربة في معالجة الطورة سيلوطفي خرجنا من المشهد المجاهد والبندقية والمستعمر المستبد لأن تنائية المستعمر والمجاهد خرجنا إلى شعب هو اللي يكافح هو اللي خلينا نقول في 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 المعركة المباشرة مع المستعمر سيلوطفي باش نعود نرجع واشي قل نقول ساليم صاح بعد الاستقلال كان هداك يعني كان هداك البيزوان كان محتاجين السينمائيين يتكلموا على الطورة علاش ما كانش عندهم حاجات أخرى يعني صح اول او تانين كانوا ماذا بهم احتاني يتكلموا على هذا الموضوع احتاني يكملو احتاني يدوروا به باش من بعد يقدروا يفوتوا الحاجة أخرى هذا الانسان هذا هو مخدوم عقد من بعد الفيلم اللوول يعني اللي يتكلم كان احتى ايدي كان موش هو اللوول ولكن هو اللي يعطي صادة ومشا هو الفيلم تعمر زاق عالواش عمار قتلاته افتح الابواب الاجتماعي المهم كان فترات اخرى فترات اخرى اللي رجعنا للسينما هي كما قالت حتى في التقرير قال عليها هي في الخمسينات يعني في الخمسينا احتفال بخمسين عام لإستخدال جزائر الجزائر دولة خاصة ميزانية كبيرة الافلام بعض منهم مشاو حتى البير كان في هذا الائطار هذا يعني الامر وش معناها معناها كيكون في كوموند يعني مش معناها لازمش يكون في مليح هذا رأي انا اظن اذا كان المخرجين كباش يقولك يتقبلوا هذه الاتيماتيك يتقبلوها وبعد تخليه ما تقدرش تقول لونتا دير هكذا وهكذا 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 خاطر الامر الامر يعني بزاف الافلام نظن البير خرج من هذا الاطار عليش خاطر تكلم كما قلنا على الشعب الجزائري هو البطل هو الشعب وخاصة النساء والاطفال وهما يعاناوا وهما يخداوا بشاعة المستعمر والعسكر الفرنسيين هذا هو اللي خلاب لك وخاصة تنتهي حاجة تانية كيفاش خدمنا في الفيلم كيفاش السيناريو كيفاش تكتب يعني بطريقة عصرية بطريقة الوقت الحالي السيناريو هو من الزمان ولكن العوام اللي فاتوا هدوما هو الصحف قاف السيناريو تعرف تكتب السيناريو تعرف كيفاش تخلي السيسبان سيكون تخلي هذا أنا واش حبي نقول في الفيلم إذا كان نسلك بعض الأمور هو اللي خدموه خمسين عام بعد الاجتغلال كان عندهم البيزوان الركول كان عندهم البعض الكافي باش يخدموا في فيلم جديد وكي تحكم اللي خدمو في الفيلم تحت أتكلم على السيناريست محمد ياسين بالحاج كانش عنده 30 عام التقنيين اللي تحسب بلهم عندهم 27-28 عام الأغلبية بفضوش 30 عام قوة البير كانت في السيناريو أم كانت في المقاربة المقاربة في النظرة للتاريخ نظن في كل شي والسيناريو هو اللي كان فيها المقاربة كنت قرأ السيناريو كان فيها هذا شي ومن بعد كيف اشتعاملنا مع التقنيات جديدة مع الصورة مع كل شي مع التجميل مع المتكاستينج مع كل شي قلت لك نظن بالقوة والفيلم هذا كان عندنا ما نطلش نقول لك بالعاني لو مش بالعاني ما نعرف ولكن كانوا شباب تبناوا الطورات وما عاشوا ما شافوها ولكن كنت تتكلم على أحمد راشدي ما يذكره بالخير ولا أحمد حمينة ولا أخطر حمينة هم عاشوا بطورة عاشوا ويشوفوها والأفلام تحم لا يقدروا بالنظرة تحم ولكن الفيلم البيئر هو منه طورة جزائرية وبعد رجع العالمية ستبني في الميني فيغسال علاه خطر داروه الجزائريين شباب خمسين عام بعد الاستقلال كان عندهم لزوم للبعد خداوة وخرج فيلم كما شفنا يعني أعجب في العالم على خطر ما مبقعتش هذا كما كنا قولهم قبيلات الثورة والشعب وهذا هذا الفيلم وين فات في العالم وين فات كلهم يقولوا لي كانت قادرة صراحة هذه القصة في بلادنا الفلسطينيين قالوا لي هكذا في الأفريقية سويد يعني الأفريقية الجنوبية هكذا وين مشات وين رحت العروض قالوا لي هذا الكلام ربما من تجربة البئر سي سليم وحتى لسي سليم خليني نقول لو نتحدوا على المستقبل لازم اليوم السينما خليني نقول سينما الجزائرية تخرج من تقديس الطورة إلى نقدة الطورة ربما إلى رؤية أخرى مقاربة أخرى دون تقديس الرواية الرسمية سي سليم ما نقدرش يعني ننتقد الطورة كثورة يعني لكن نقدر نعطو صورة جديدة للسينما إذا أخذنا يعني فيلم لطفي بوشوشي اللي هو يتكلم حول الطورة هو ليس نفس السياق اللي كانوا يديروا الأفلام في الثمانينات والسبعينات لأنه يوجد تندنس فيم ريفوليسيونير تشوف العربية في فرنسا ومعاد العربية الزائر كثيرا يوجد تنائية المستعمر المجاهد هنا عندك صورتين صورة شاب وصورت مستعمر أنا شفت غير كما فيلم روسي نفس السياق يعني واسمه الفورتوريس دو بغست ويني يوروا الفورتوريس يدفع عليها جنديين مع عائلتهم فالجنود الألمان واش داروا قطعوا المال هذه الفورتوريس باش يموتوا بالعطش وذوق الصورة هذه نقطع المال للشعب موجودة عالميا يعني سالونيفرساليتي دو ميساج اللي كان كنا نشوفه في الفيلم لبوي وأيضا سينمائيا الفيلم قوي جدا أنا كنت حاضر مع دوت في اسكندارية ناس كي شافوه نبهروا على يعني التقنية السينمائية الحديثة أدوار اللي كانوا متبكينينهم فيهم خاصة النساء لأنه حنا في طورة واش كان يبان كتر المجاهد ما تشوفوش بزاف في الفيلم خاطرش ونحن فيبالي موين في فيلم دي غير دي باطا واشنو احنا كنا دايما نصوره معاناة المرأة في حرب التحرير فدائما في الفيلم تاع لوتفي بوشوشي كنا نشوفه أيضا في فيلم ريح الأوراس اللي محمد الخدر حمي نه أنا البالح بركن جاسف التلفزيون العمومي تشوف هذه المعاناة تاع المرأة مرأة ضد المستعمر فهذه الصورة التي في بعض الحيان السينمائي يريد توصيلها فالصورة ما لازمش تكون صورة انتقاد لكن صورة معاناة فنقدر أيضا ننتقد الثورة يعني في الفيلم مثلا كما نخد أكثر انتقاد للثورة هو فيلم تاع لفولزاني جو تويست تاع محمد زموري عدة سينمائيين كانوا ضد هذا الفيلم لأنه كان أعطاله قلب فوكاهي قال لك كيفش انت انتو كسينيات تفيد للمور نفس الشي نكمل بركن سورة نفس الشي في فيلم حسن طيرو لخدر حمينة كي خلاص معركة الجزائر في ستا وستين دار في سبعة وستين فيم حسن طيرو اذك المام ديكور البطايدالجي دار الكوميك كي روشد لابيست تاعو إلى ميزون سين دارها ان فيلم كي ريوسي علش بسك نقدرو نورو ارو كوميك لي حارب المستعمر دون مانيار تريز انتليجن وربما تجربة تجربة الوهراني تحضر لما بعت ثورة سمحني باش نتفاهم على العافسة الوهراني ليس فيلم ثوري وانا كان يتحدث على مرحلة هو فيلم ثورة تشوفها في الوهراني تشوفها في الخمس دقائق الأولى لأنه في الاستقلال داو الاستقلال لا خرجة داخل الدار سابلي قتلو الزوجة وكستيرا لكن هذا الفيلم الوهراني يفكرني ولا تشوفها لطفي فيلم لا يتكلم عن الطورة لكن يتكلم على محول الطورة محيط الطورة محيط الطورة يعني ستين كريم باسيونال داخل نفامي بورجواز داخل داما كانت تخدم عندهم إكسي تيغا نقدروا نتكلموا عن محيط الطورة لكن ليس على الطورة ما نقدروا نحصره في الأفلام الطورية هو فيلم نقدروا نقوله فيلم اجتماعي حول حقبة الطورة ويونكورا الوهراني يحكي لابيريوت يحصل حتى الآن ولكن حدث خليني نقول جدل سواء جدل جدل اللي داره هو أنه ينتقد المجاهدين هذا هو الجدل الرئيسي يعني الرئيسي وهذا يعني نقدروا نقوله حرية تعبير المخرج اللي حب يقول بلأن المجاهدين عندما خرجوا من الثورة لقعدوا منهم أحياء رجعوهما كما يقولوا حكمين كلش في البلاد يعني لكوميرس سياس نعم شرعية ثورية سيروت في السيسالي مربما قدنا إلى قضية مهمة ويقضية حرية المخرج المخرج لما يتلقى يعني خليني نقول يتناول نص أو سيناريو يتحدث عن الطبرة خليني نقول حرية المخرج أين تتوقف كين رقابة كين الرواية الرسمية خليني نقول المخرج الآن حريته وين تتوقف في الإبداع يعني يعني معلش وده من صعيب باش تقدر تقول وين تبدأ وين تخلاص الخرية خاصة في أمور كما هذه علاش خطر فيها أموال وفيها مش عبد واحد ولا زوج ومش يعني إدارة ولا حول سيب بزاف ناس تقدر تدخل فيها وهذا الأمر يخلي ما تغطيش تعرف تقدر تقول وين تبدأ وين تخلاص الرقابة وين تبدأ وين تخلاص حرية المخرج أنا أظن كان ممكن في الجزائر كيتكون عندك كيتكتب سيناريو ولا كيتكتب مع آخر كيتدفعوا كيتدفعوا إذا كان مخدوم مليح إذا كان مكتوب مليح تتكلم على الثورة ولا على 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 مقاومة جزائرية مقاومة جزائرية من في 830 وطلع كان أمور كثيرة من قبل قلت مليح قلت ملي خاصة من الأفلام الـ54 الـ62 كان الأمور كثيرة من قبل وابلي وهذو كان بزيف مخرجين منهم اللي حاب نتكلم عليهم أنا حاب نتكلم عليهم بخطر يعني تقدر تخلينا نشوفوا كيف كانت الجزائر في ذلك الوقت كيف كانوا مالينا ذلك الوقت وكيف كانت الأمور وكيف كانت المقاومة خطر أعمار أحام ما حبشت المقاومة في الجزائر هذه وش لازم نعرفه وقدما نرجع للور قدما نقدر ندير أفلام أفلام شاب هذا رأيي وكيف ترجع لسؤال تاك ما كاش يعني حاجة يتخليك تر فيلم نتنقض هو لوتو سنسور فيها أنت كإنسان تقدر تقول هذي ما قولها شهذي ما قولها هذي كذا أنا أظن هذا هو السنسور الكبير الذي كان في الجزائر الإنسان يديرها مع روحه ومن بعد كاين الأمور كيت رجعت تتكلم بالك على الفيوم واسمه بن مهيدي بن مهيدي أمر واحد آخر يعني الناس قاعد على بالها وحتى المخرج على باله بلي كاين يعني ينلو فهمت خرجت في 2012 وقال في 2013 وين تقول الأفلام الثورية على الوجوه ليس على شي كما لبوي أو لحاجة شخصية تاريخية شخصية تاريخية وأن تناول شخصية تاريخية هذي لازم تكون عندها موافقة مننا أول كانت عنده موافقة خطر مع الأول كان فين كان عنده سيناريو خرأس قراه وعطاه لتمويل كان ينزوج تموينات يعني كان وزار ثقافة وزارة مجاهدين أعطاولوا معناها قبلوا السيناريو وكذا كان نرجع في الآخير وداروا يعني فداروا لا مداروا يعني إذا كان حفظوا قالوا بدي لهذه و لهذه ما شي كان معناها السيناريو لماذا هو الفيلم اللي خلاص اللي داروا هذي الأمور الناس قاعدة بنا ما نحاولو كيف ما نطيحوش في هذي الأمور هذي دينا ميش 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 سانسور خطر كنا على بلنا كل مخرجين كل تنمائيين على بلهم باللي أمور كما هذه لازم تكون عندها الموافقة ربما سي سليم حتى نكملوا مع هذه القضية بالذات نعرف بالليسلطة في الجزائر حريص على الرواية التاريخية ربما كان السلطة اليوم برواية رسمية وكان السلطة بالتمويل خليني نقول ما الأخر المخرج أو المنتج حتى المنتج خليني نقول يلقى نفسه في ضائرة ديقة يعني والله خليني نقول كي تعاطى مع القضايا تاريخية كي نسمع يتكلموا حول السلطة والأفلام التاريخية ما لازم يسروا بعيد كل بلد عنده تاريخ وعنده فترة من فترات تاريخه يمجدها دار حرب يمجدها شفنا حتى فرنسا مع أورلا الواي أورلا الواي لا لا أورلا الواي سيوتر شوز بسك أورلا الواي درهم تاريخه فرنسا صلى نفس مشكلة بالمهيد بسك أورلا الواي 60% أو قريب 70% من تمويل من تمويل فرنسي فايقول كيفاش تدير تمويل فرنسي لا لا وتهدر على الماساك تاريخ ويمي كارونساك هما كانت من الدقائق كان فيهم جيدال فقط هي الماساك ويمي كارونساك لسان هادوك لسان دون الفيلم اللي كانت ضجة كنا حضرين احنا في كارن في 2010 وكانت ضجة إعلامية كبيرة وخاصة الإكسترام دروات كي تي كنتر الفيلم ديجا كي سيليكسيونا قال لك نو ما لازم يجوز باش يريسك دو برون البال موضى بو هادي نعطيك مثل مثل هوليوود النفرية معروفا حوريت تابير حوريت تابير وخوشيونا من تعبير من تصبير من تصبير في مريكي يتكلم حول قوت الجيش المعلماني في المحل لسيلا فوية وين انا فوية ان رياليزاتور امريكا يلا مي ان وتت الارمية المانية كتا كتا دون احنا كواد فى سان لكن شكو كان العدو في هذا الفيلم؟ الجيش الروسي لأنه كانت في آنذاك في الثمانينات كانت الحرب الباردة يفعلين مونتري آنانمي كوميونيست كان عنده هامش من هنا حتى الولايات المتحدة كما يقولون تقول بلي عندها حرية التعبير وحرية الكرياسيون الإبداع تمنعك باش تدير فيلم ضد الجيش الأمريكي فهنا من باديهي ومن توسكي نغمال بالدولة الجزائرية تعطيك دراهم خاصة تمولك تعطيك تمويل لتقولك فالا تدير فيلم حول الثورة ما لازمش تشوه الثورة ما لازمش تعطي صورة غير لائقة حول الثورة خلينا متشويه يعني كان في بعض الأحيان أشياء صراوة اسمح لي آه كين أشياء مثلا نعودي لفيلم العربي بالمهيدين تكلموا على قضية التعديب هالعوديب لم يعدب هي المشكلة أنا شفته الفيلم العربي بالمهيدين المشكلة أنه في الفيلم ما يوريش كتير التعديب كنقارنوه مع فيلم معاركة الجزائر تعديب براتيك ما إلي دو مينوتو دون الفيلم ربما هذه النقطة بدأت ضيوفي الكرام نطرح لكم سؤال وسمع إجابتكم بعد فاصل قصير هل المخرج يكتب التاريخ أم يقوم بمقاربة سينمائية يعني وهذا الفاصل بينهم يعني نسمع إجابتكم بعد فاصل قصير مشاهدينا كيرام فاصل قصير ثم نواصروا الحديث بقوم معنا لتذهبوا بعيدا كعشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمسع مالقة في الحق